الرياضة كلها أسرار محتاجة جهد عالي وإسرار تسحى الصبح بدري وبكل عزيمة تجري أصل كل بيدور على رشاقة لأنها عنوان الأناقة أما عن كمال الأجسام فده لكل الشباب أحلام والأحلام اللي بنتمناها قبل ما ننام بنحققها في برنامج كلام في كلام أهلا بيكم مرة تانية معينا في برنامج كلام في كلام فقرة الرياضة أسرار معينا النهاردة ضيف مميز جدا ولكن قبل ما نبدأ فقرتنا أحب بيزميل اللي هيقدم معي الفقرة يوسف محمد أهلا بيك يا يوسف أهلا بيك أنا دا أحب أرحب بالسادة المشاهدين أحب أرحب بالسادة المشاهدين فقرتنا فقرة كمال أجسام هنحب نرحب بالكابتن سيد ناجح سيد ناجح حب رحب بحضرتك مشوار طويل جدا في كمال أجسام حافل بالإنجازات على مدار 17 سنة حضرتك يا فنم بدأت المشوار ازاي والله أنا في البداية بدأت كلاعب واخد اللعبة هواية بس فبعد فترة خدت خطوة أن أنا عايز أفتح جيم فما حبيتش بقى جيم تقليدي أن أنا أفتح جيم وعندي خبرة تدريبية وخلاص فبدأت أخذ الموضوع دراسة وكورسات تدريبية وسعيت أن أنا أسجل نفسي وأسجل الجيم في الاتحاد المصر الكاملة أكسام والحمد لله أنا خدت الخطوة ديت وبدأت بقى أمارس اللعبة كهواية وكتدريب من إعدادي وأنا بدأت أن أنا أهتم باللعبة بعد كده بقى معرفتش أنا أبطلها لأنها كرياضة أنت ما بتحسي بإنجاز بتحسي بفرق ما بيهونش عليك أنك تضيع المجهود اللي أنت عملته ده إحنا عايزين فارتو يا جماعة نعرض صور لأستاذ سيد ناجح للمردين ناس إنجازات الرهيبة اللي عملها من ناحية كمان الجسم نفسه اختلف وفي مدة وسيارة ممكن بعد إذنكم بس نعرض صور ليه قلنا بقى يعني الإنجاز الجسم اللي عملته والشيب اللي أنت عملته كجسم كمان أجسام وكمان كخسسان ورشاقة آه لأ دي صور الناس اللي كانوا معاك صحي كده آه آه لكن صور صورك أنت بقى أو الشيب بتاعك عملته فقد دي آه دي البدايات آه آه تمام دي خلينا على الصورة دي شوية يا جماعة معادي إذنكم كده عشان بصراحة إنجاز رهيب في الصورة دي هي الصورة اللي على الشمال هي تاع لابس بلاك دي آه كان هدفي في الأول إن أنا أبقى ضخم وكده فما كنتش بيهتم بقى بالدفينيشن أوي فقعدت بقى الكلام ده في البداية من فترة كبيرة يعني دايماً بيبقى فيه شائعة إن كمال الأجسام بقى الضخامة وكده بس أحياناً بتبقى غلط إزاي؟ لا هو لو فيه بص حضرك أنا فهم حركة أصد المكملات أو المنشطات هما نوعين فيه نوع فيه هما فيش فيه مشاكل خالص ونوع كله مشاكل وكله أدهار طب أقدر أفرق بينهم إزاي؟ بإن أنا أشوف الحاجات اللي بينتجها جسمي ماينفعش أخدها أي حاجة بينتجها جسمي معناها إن أنا لو أخدتها أنا كده هوقف اللي بينتجها جسمي عشان يحافظ عن نسبة طبيعية طب بتحصل المشاكل وبتحصل أضرار المنتشرة لكن المكملات الغذائية اللي هي البروتين الفيتامينات والمعادن أصلاً جسمي محتاجها هو مش بيعرف يخلقها هو مستنيع يتجيله من بره فأنا لما بوفرها له في صورة أكل أو بروتين ده ما فيش فيه مشاكل خالص لكن الهيرمونات هي اللي فيها كل مشاكل بصراحة فيه نقطة بس كده بسيطة يعني إيه؟ أنا لو هاخد هيرمون لو هطلع على ستيجي لو أنا هحترف بس بطولات وكده ده ممكن كليه مبرر نياخد هيرمون لكن المشكلة في إيه؟ بس برضو بحدود؟ بالضبط بس أنا أصد أن ده أكل إيش وهو هي يعني في دافع لأن كل اللي على ستيجي بياخده هيرمون لكن المشكلة في إيه؟ في اللي ممكن واحد يروح لكابتن جيم فيقول له أنا يعني حلم وبسيط عايز أصبت جسمي عايز بقى الدنيا متناسقة فببتدي كابتن جيم بقى يعمل إيه؟ يروح قايله هناخد هيرمونات هناخد هو طبعا اللي رايح له مش عارف أضرارها يعني هو ما بيصرحوش بيها طبعا إيه أضرار؟ هي على المدى الطويل بتعب العقم وبتتعب الكبد فمشاكل هيرمون كتيرة كتسبب الوفاية تقريبا؟ يعني لو خد جرعات أكبر طيب المكاملات الغذائية نفسها ما بتسببش أي أضرار؟ لا هي زيها زي الأكل يعني أنا ممكن يحصل لي مشاكل من الأكل لو أنا يعني كلت بشراها لو أنا خدت أكل بزيادة أو ممكن يحصل ضخمة مشاكل اللي هي الطبيعية لما تحتبرش مشاكل كابتن سيد حضرتك دلوقتي هل فيه أي وجود ضرر للفرض على المنشطات لما يطلع على الاستدج لازم يأخذ منشطات ما ينفعش يبدأها بشكل من أشكال المكاملات الغذائية؟ هو الفكرة أن البطولات حتى البطولات الدولية معترف بيها أن أنت مصرع فيها في المنشطات والهيرمونات ده يعني من شروط المسابقة عادي يعني في النهاية بتعتمد على الشكل؟ بالضبط لكن المشكلة اللي بأتكلم حضرك فيها هي أن أنا تديك هيرمون غير مصرحك بمشاكله إيه؟ يعني هو بص المجال الجيم ده ما فيه شك أنه هو مجال مش بس شغل حلال لا ده مفيد جدا للفرض وللمجتمع أنت بيتفيد الناس المشكلة بقى أنه فيه ناس بتبوز بتبوز الرياضة التفسير بالضبط كده يعني بيبوزها زي بأنه ما بيصريحش اللاعب ويقول له مثلا لا أنت لا ده بالعكس ده بيعقد له الموضوع مش بيكون فيه شفافية ما بينه ما بين المدرب ده بيعقده له بيقوله إيه؟ يعني أنت مش هتعرف توصل لشيب معين ولا تعرف تعمل فورمة إلا لو خدت هيرمون معشان كده أنا جايب الصور اللي معانا ديت ليه؟ أو ممكن نعرضها معلش بقى أنوار للناس إنه؟ إنه أنت ممكن توصل لشيب وتوصل لمستوى وليفين كويس قوي من غير ما تاخد هيرمون غير ما تاخد مناشر وهل ده ينفع لكل أنواع الأجسام اللي بتكون موجودة؟ ولا لأ؟ هي على حسب هدفك أنت عايز تعمليه؟ يعني لو أنا مثلا حد عايز يضخم جسمي فأنا بحتاج إن أنا زود بروتين في أكل وعدد وغيبات لو أنا حد أصلا عندي دهون وعندي فتس عالي وعايز أخسس جسمي ده برضو بيحتاج لضيئة يعني زي ما قال روني كولمن إن خطة نجاحك في الجيم بتحتمت 70% منها على نظامك الغذائي يعني النظام الغذائي هو اللي بيحدد أنا عايز أعمليه أو بيحدد أنا هوصل لإيه بالضبط يعني مش فكرة أنا أنا راح أتمرن وبس ده أنا لو بتمرن بس مش عمل نظام الغذائي كويس مش باكل كويس طبيعي الجسم مش عارف يعمل ركافة وهل في نوع من أنواع البرامج الرياضية اللي هو يقدر المتدرب نيمشي عليها حيث إن هو يعمل نوع من أنواع اللياقة البدنية العالية آه طبعا الألعاب الكارديو هي اللي بتعلي شوية من اللياقة البدنية وهي اللي بتخلي ضخ الدم يزيد فبالتالي ضربات القلب بيزيد وفيه لياقة أكتر وفيه ضخ دم أكتر ممكن حضرتك يا كابتن توضح لنا بشكله أكتر إيه هو الكارديو التمرين اللي هي ما بقاش فيها أوزاني اللي هي ما بيش فيها البول والبوش اللي هي ما بيش أجهزة الجيم والتمرين دي أنا ممكن زي نط الحبل الجاري كل دي عمسينا من أجهزة القريب جسمي وأعمل مستوى كويس فأنا ممكن أعمل كده ووصله عن طريق إن أنا أكل كويس واتمرن كويس حافظ على تمريني زي ما قلت لحضرك 70% تغذية إن أنا يكون هارة من الغذائي بتاعي متكامل مش إن أنا بفتر واتغدى واتعشة بس ثلاثة وجبات دول مش هعملوا حاجة الفكرة إن أنا محتاج من خمس لستة وجبات في اليوم ويبقوا شاملين كل العناص اللي جسمك محتاجة زي إيه؟ كربهيدرات وبروتين ونشويات بتبقى وجبات صغيرة ولا زي وجبات الفطر والعاشة الطبيعية؟ بالشرط إنه تبقى الوجبات كبيرة لإن الجسم ما عندهش أوبش أنه يخزن هو بيأخذ اللي هو محتاجه والباقي بيخرجه فأنا لازم أن أشتغل على النقطة دي بقى عارف جسمي بيشتغل إزاي فيبتدي أستفادها منه فأنا لو خدت وجبة كبيرة قوي جسم يأخذ اللي عايزه ويرمي الباقي فأنا بتدير وجبة متوسطة بحيث إنه يخلصها ويهدمها وتتحول معايا البروتينات الأحماض أمينية والعضلة تستفاد وبعدين هبتدي أخذ وجبة تاني وجبة تالت يعني متوسطة بين الوجبات ثلاث ساعات فالسؤال بقى مهم يستطيع كلها قاعدة مستنية السؤال ده علشان إحنا داخلين في اتجاه كل الرجال حابة الفقر حد الوقت رشاقة بقى الخسام بقى هو الخسام بيعتمد على نظام الأكل اليوم كون إن الجسم يبقى في دفهات ده معناه إن أنا اليوم بتاعي مش صح فيه فصل فود فيه فيه مشاكل بتحصل البطي ده هو اللي بيبقى إيه لي أنا يومي عامل إزاي فأنا عشان أوصل للهدف بتاعي لازما زي ما قلت حرارك إن رونو كولمن ده قال قاعدة جميلة قوي قال إن أنا خطة نجاحي في الجيم معتمدة 70% على الأكل خلو يعني 70% جماعة الأكل عشان ما الناس كتير قوي بتحاجيك بالرياضة هو الرياضة مهمة لإن أنا هحرق سعرق حرية عن طريق الرياضة بس أنا هتمرن هحرق مثلا أعلم في سعر حراري لو ضغطت على نفسها أولا 600 سعر حراري وروح أكل 3000 سعر حراري فطبعه إن شاكس بزرق حزير فأنا عندي هدف إن أنا عايزة أخصي بقى لازما أطلع السكريات من حياة النشويات الدهون أضبط أكلي مع التمرين ضبطت أكل خطوة أولى بعد كده التمرين بقى بيكمل اللي أنا بعمله ما نقدرش نرجع حاجة على الحاجة نفعش نتمرن كويس قوي وما ننزبطش الأكل سواء عايز أضخم أو عايز أخصي لازم أكون مهتمي أنا عايز أضخم يبقى أهتم بالأكل اللي هزوي الجسم بالبروتينات عايز أخصي أبقى فاهم كل وجوة بتعمل إيه؟ بالضبط وهل كل جسم بيليه نوع معاهم من أنواع التدريبات ولا كل الأجسام لها ولا كل الأجسام بتتمرن بنفس الطريقة بنفس الطريقة الأنظمة بتختلف حتى لنفس الشخص نفسه لما بيمشي على نظام تدريب ثابت جسمه بيحوله للروتين يعني بيخش في المنطقة اللي هي المنطقة اللي هي لا وعي إن أنا بعمل حاجة ما عنديش أصل وعي لها لما حاجة بتتكرر معي كتير بتلايني بعملها إيه وأنا مش مركز فإحنا لازم أن ما نوصلش للمرحلة دي في التدريب لازم أن كل فترة أغير نظام التدريب بتاعي عشان كده هتلاقي الجداول العالمية المعترف بيها الدولية هتلاقي الفاست سيفن هتلاقي الدروب ست هتلاقي أنظمة كتير قوي مفيش نظام أحسن بالتاني قوي بس كلهم عشان خاطر أنوع بس في التمريد عشان خاطر مبشيش على السيستم معين عشان جسمي ميتعودش عليه وبتدي يدخلوا في منطقة اللي هي حاجة روتيني من يومي وما يصلش الدم للعضلة يعني بصورة كويسة طب أنا شخص بقى إيه ناوي بإذن الله أبدأ رياضة يعني لسه بقى معرفش أي حاجة عن الرياضة مش متعود عليها طبعا مش حاجة من روتيني يومي لكن أنا عايز أبدأ ومش عارفة أبدأ إزاي أبدأ إزاي هو أنا أبدأ إزاي ديت لازم أن الأول أحفز نفسي أحط حافز أعرف نتائج الرياضة دي هتعمل ليه أنا لما أعرف أن أنا بعيدة عن الجسم بعيدة عن أن أكون أعمل شب معين أو البضي بتاعي مظبوط أنا أصلا باستفاد جدا من الرياضة نشاط في الدورة الدموية كوليسترول مظبوط في الدم ضغط الدم مظبوط فأنا لما هقرى شوية عن الكلام ده وهعرف أن الرياضة بتفيدني كويس جدا بعيدة عن الجسم ده هيساعدني أصلا أستمر في الجم أو هستمر في أي رياضة أنا بالعضب مش مجرد أن أنا عايز أخس وخلاص بالضبط لأنا لازم أن أبقى في حياتي رياضة لازم أن أبقى في حياتي ممارسة رياضة وبعدين ممكن أختار الصاحب بقى اللي تساعدني لأن الصاحب عليها عامل كبير قوي جماعة كل واحد عنده صاحب ياخده كده من إيده ويريح الجم يعني يا شب مهم جدا طب في سؤال بقى يعني شائعة أو حاجة متقالة كتير عندنا معروفة في الشعب المصري هي فكرة أن الطفل الصغير أو السن مثلا أطفال من قد إيه مثلا ممكن يرفع أسقال الحاجة دي كلها عايزين نعرفها يعني هل في سن معين ممكن الطفل أو الشخص يبدأ من خلاله يرفع أسقال أو حاجة زي كده هي فكرة أنهما يعني بيخاف على الطول يعني بيقول لك إيه هو لما هيبدأ بدري مش هيطول وهيأثر على نمو وهيأثر على طوله طبعا الكلام ده مصح ومش علم بالمرة لأن الطول والقصة بس جينات وراسية في الجسم وإنا لما بتمرن أنا بضخ الدم لألياف العضلية يعني أنا ما بلعب شستا أو باي سيبسا أو أي تمرينة بلعبها أنا ما بلعبش مع العظم خالص أنا بضخ الدم لألياف العضلية بحيث أنها هتبقى أقوى وأكبر والجسم يعمل استشفاء للدمور اللي أنا بعمله في الألياف العضلية دي الجسم بيعمله استشفاء تاني فأنا ما بلعبش أصلا مع العظم خالص الحاجة التانية أن ممارسة الرياضة عمرها ما هتضره هتفيده ليه؟ هيبقى عنده نشاط في الدورة الدموية الغدد بتاحدة هتشغل بصورة أفضل فإن أنا أخاف عليه أنه هو يقصر أو بكده لا ده طبعا لا يمكن أنه هي مش هتقصر فيه ولا العقلة هتساعده أنه يطول مهم جدا العقلة مش هتخليه يطول ولا الأحمال هتخليه يقصر لأن دي الجينات هو ورسها يعني ما نقدرش نقول أنه فيه رياضة معينة بتطول لا اتلاقر لا خالص دي جينات إحنا بنبقى ورسلها الرياضة ممكن تساعد أن الغدد تتشتغل بصورة كويسة آه لأنها هيبقى عند نشاط في الدورة الدموية نظام الغزائي بتاعها كويس لكن هل العقلة تعمليه العقلة نفسه؟ لا هو بيلعب على الظهر ممكن أنه حد يكون عنده عدلات الظهر ضعيفة بتحسن الحملة على الفقرات فتلاقيه ظهره مش مفروض ممكن التمرين لما يفرد عدلات الظهر تبقى قوية بقى ظهره مفروض يعني الفقرات نفسها ده بديك إحاق أنه هو طول لكن هو برضه ظهره مفروض بس ما طولش آه إنما السن اللي الطفل يبدأ فيه هو السن اللي يعرف يمارس فيه يعني ممكن عشر سنين ده سن كويس قوي طب إلى أي حد يقدر يمارس يعني لحد قد إيه كم كيلو هكذا ما هو أنا لسه أقول لحضرك اللي هو السن اللي هيحدد لي يعني أنا هو داخل ما ينفعش أن أنا أقول له أنت هتلعب بوزن كذا لأنه هو بتختلف من شخص لشخص الجينات بتاعته قواته البدنية مختلفة فإحنا بنبدأ معا أنه هو يبقى ما يبقاش عليه استرس مضغوط عليه يبقى الدنيا معاه بسيطة خالص يقدر يحرك الأجهزة بوزن متوسط لحد ما الألافة العضالية عنده بتبقى أقوى وهو نفسه الجهاز اللي كان بيلعب به وحس أنه صعب عليه هيحس أنه أسهل وهو نفسه اللي هيحتاج يزود لكن أنا مفعش أجيبه وأنا حطله رقم معين أنت لازم تلعب بده لا هو اللي بيحدد لي بأن أنا بشوفه وبيلعب تكنيك بتاعه كده حسه صعب عليه يبقى لازم أن أخفف الوزن حسه تمام خلاص هو بيكمل على كده سواء مع الكبير أو الصغير لازم أن البيدات بتاعته ما تبقاش ضغط عليه الألياف العضلية مش عارف أصلا أنت بتعمل إيه جسمي مش عارف أنا بعمل إيه واحد وقف مش ياخد باله فجأة زقيته طبيعة هتضر لكن لو كل شوية يعني يدي له هزة كده بسيطة هو هياخد انتباه أن أنا هزقه فالألياف العضلية زي كده هم الألياف انت فجأة رح تضغط عليه ده غلط ببدأ تدريجيا بزخن كويس وبعدين باخد أوزن بسيطة تدريجي بقى ببتدى زود مع الوقت بما أننا كابتن سايب بنتكلم عن كمال أكسام فبيحصل بالنسبة للجمهور لابس كبير جدا ما بين كمال أكسام ورفع الأسقال إيه الفرق ما بينهم بشكل فيه نوع من أنواع التفرق هو رفع الأسقال هم بين من اسمه معتمد على الشيل يعني حتى المطش بتاعته والبطولة بتاعته ما بيهتمش خالص بالشيء اللي هو عامله ولا بالبادي ولا بيهتم بأي حاجة بالجسم خالص هو بيبقى ليه وزن معين رفعه خلاص كده هو كسب المطش بالنسبة بقى لكامال الأكسام الأوزان بتاعتك ديه في التمريد ما لهاش علاقة خالص في البطولة ولا في المطش أنت بتطلع تعرض بقى اللي أنت عملت بتطلع تعرض مجهودك النتيجة النتيجة بالضبط اللي أنت عملتها والمجهودات ما بتبانش في الجم أنت بتعمليه بتبان على اللي استيجي لكن رفع الأسقال هو مش مطالب بيه خالص أنه يثبت جسمه هو مطالب أنه هو يرفع الوزن ده طيب عايزين يا رب برضو يعني دينا برضو كده شوية أسرار كده من سيد ناجح للناس اللي إيه اللي بتلعب رياضة والناس اللي عايزة تبدأ والناس اللي عايزة تخص هكذا أنا يعني زي ما قلت لحضرتك هو رقم واحد نوعي لازم أن ينظم أكل كويس جدا تمام يهتم بالأكل كويس ومش يهتم بالأكل يعني يهتم بالكميات لا يهتم بعدد الوجبات عشان جسمي يوصل للمستوى كويس لازم أن أزبط عدد وجباتي واهتم أن يبقى على مدار اليوم بتاعي كل اللي جسمي محتاجه ووفره له يعني مش ههتم بأن أنا بتخله بروتين بس لا يعني فيه ناس لما بيقولوا زبط أكلك بيبقى مهتمة بالبروتين بس هو البروتين مهم عشان العضلة تعمل ريكافر وتقدر تعمل استشفاء تاني بس بقية العناصر اللي جسمي محتاجها لازم نوفرها له طب إيه هي الحاجات المهمة في الأكل؟ يعني السلطات لأنه بيقى فيها المعادن طبعا والفواكه الخضروات الحاجات اللي بقينا كلنا بنحملها كل ما بيهتم بالفصل كل ما هو صحي بالضبط أو شعب مصري ما بيحبه بمعنى صح بالضبط للأسف هو الأكل الصحي أو ممكن هو في البداية يبقى مش حدينه بس لما هتتعود عليه بالعكس هو ممتاز جدا وهتحس بالنتيجة مش في الجسم بس كمان في الجسم كله في الوش وفي النظارة بتاع الوش في كل حاجة هل بيحصل استشفاء عضلي لكل عضلات في وقت واحد ولا بتاخد من وقت الآخر على حسب العضلة أو على حسب نوع العضلة وذات نفسها لا طبعا يبتختلف من عضلة كبيرة وعضلة صغيرة يعني العضلات الكبيرة زي الشيست والضهر بتاخد وقت أطول بتاخد يعني من 24 ساعة إلى 48 ساعة إنما العضلات الصغيرة زي البيسيبس والترايسيبس والثمان العضلات الأصغر دي 24 ساعة بيكون عملت الركافر بتاعها واستشفاء وده اللي عليه انت بتحدد إمتى أعيد تاني التاملينة دي يعني لو أنا بلعب شيست منفحش ألعب تاني يوم برضو شيست لأن الجسم لسه ما عملش استشفاء بلعبها بعدها دي إيه بالظبط من آخر مرة تمرنها يعني لازم أن أعدي يومين عشان أعيد العضلة الكبيرة لكن العضلة الصغيرة ممكن أعدي يوم واحد وأعيدها تاني هل ده ما يقصاش على حجم العضلة لا بص بالعكس ده بيساعد من العضلة دي إن أنا سيب العضلة بص هو أنا العضلة إيه اللي بيحصل لما بتمرن أنا لما بتمرن بدخ دم أكتر في الألياف العضلية فلما بدخ كمية دم كبيرة مثلا في البيسيبس هو الطبيعي على مدار اليوم ما بتخلوش إن أنا بدخله دم كبير فأنا ما بتمرن بأحمال وأضغط عليه الألياف اللي جوه بتتفتت بيحصل فيها ضمور الجسم بقى بيعالج التفتيت ده وبيعمله استشفاء بيعمله بحجم أكبر فبيبتدي يعمل استشفاء محتاج فيه بروتين عشان يعمله أشكرك جدا كابتن سيد ناجح مدرب كمال الأجسام المتقلق وطبعا بشكر يوسف محمد زميل اللي نورني النهاردة بتقديم الفقرة فقرة كانت مهمة جدا بالنسبة لكل الناس وخاصة محب الرياضة أشكركم يارب تكون فقرة النهاردة وحلقة كلام في كلام النهاردة عجبتكم فمعاكم نادة علاء وأشوفكم على خير في الحلقة الجيد